اشتركوا في القناة مؤكدا أن زيارة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات كما تجسد الإرادة والرغبة المشتركة والمتواصلة للمضي بهذه العلاقات نحو أفاق أوسع على كافة الأصعدة مؤكدا أن هذه الزيارة ستؤدي إلى تدعيم أوجه التعاون الثنائي وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال كل ما يهم البلدين الصديقين من قضايا حيث كان لقاء جلالة الملك المفدى مع فخامة الرئيس إيمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية مثمرا وتناول مختلف جوانب العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة للارتقاء بها بما يلبي طموحاتهما كما تم التأكيد على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يضمن تحقيق ما يصب إليه البلدان وتعزيز مصالحهما المشتركة إضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم المساعي الرامية لترسيخ الأمن والسلام والتنمية والازدهار لدول وشعوب المنطقة من جنبه أشاد معالي السيد جانئي بلودغيا بما تتسم به علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية من تطور وتقدم مستمرين يعكس ما تحظى به هذه العلاقات من أهمية شديدة لدى البلدين معبرا عن تقديره لجهود مملكة البحرين في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ومتمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والرخاء هي زيارة نسجت عقدا آخر للعلاقات البحرينية الفرنسية تتوجت بلقاء حافل بين جلالة الملك المفدى على أرض باريس مع نظيره الفرنسي تمخض عن ولادة اتفاقيات ومذكرات في مجالات عدة مثل فيها الجانب البحريني معالي وزير الخارجية الذي بسط مع نظيره الفرنسي شأن تدريب الأطباء البحرينيين في فرنسا وفي شأن التعليم العالي وقع سعادة وزير التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية للتعاون في مجال التعليم العالي ومذكرة أخرى مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في شؤون التعليم ومذكرة أخرى كذلك للتعاون بين جامعة البحرين وجامعة مرسيليا ما تم توقيعه اليوم يأتي في دار الزيارة الناجحة لسيدي حضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا إلى الجمهورية الفرنسية ثم التركيز على الاستفادة من العلاقات المتميزة في طار تفعيل كثير من البرامج على الصعيد التدريبي أو على الصعيد الاعتماد الأكاديمي أو على صعيد استضافة برامج من الجامعات الفرنسية في مملكة البحرين أو في نفس الوقت أيضا الاهتمام باللغة الفرنسية وكل ما من شأن توثيق العلاقات على الصعيد التعليمي وفي الشأن الإعلامي جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإعلام والمعهد الوطني السمعي البصري الفرنسي في مجال الأرشيف والتدريب الإعلامي في إطار زيارة صاحب الجلالة الملك المفدى تم التوقيع اليوم على أتفاقية هناك تجربة عالمية للأخوة في فرنسا في هذا المجال ما في الشكل نحن راح نستفيد من هذه التجربة وأنا أعتقد مثل هذه الزيارات تعزز مثل هذه العلاقات أنا قمت بالأمس بزيارة إلى هذا المعهد التقيت بعدد من المسؤولين طلعت على البرامج التدريبية والأكاديمية معهد على مستوى جدا عالي يقدم برامج متميزة وإن شاء الله نستفيد من هذه التجربة ونقوم بتفعيل هذه الاتفاقية في حال وصولنا للبحرين حالا اجتماع حصد ما تم غرسه من علاقة دبلوماسية متينة مع الجمهورية الفرنسية أفاق جديدة تواصل المملكة في توسيعها مع الشرق والغرب على السواء فضلا عن حرصها على زيادة تحالفاتها وتنوع شراكاتها مع الدول الكبرى صداقة ممتدة على مدار أربعة عقود ونصف جسور عبدتها المملكة من بوابة المنامة إلى جدة الشنزلزيه وبرج إيفل فتنمو عليها ثمار التعاون المشترك بما فيه نماء ورقي البلدين لتلفزيون البحرين صالح يوسف من العاصمة الفرنسية باريس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر